هجوم إسرائيلي جديد يستهدف الميليشيات الإيرانية في سوريا الهجوم هو الرابع في أقل من أسبوع والعاشر منذ بداية العام الجاري إذن ثمت مسلسل إسرائيلي في استهداف الميليشيات الإيرانية التي يطالبها مناصرها برد انتقامي بينما ما زالت التهديدات تصدر من الطرف الآخر بالرد في التوقيت والمكان المناسبين تهديدات يقول أعلام موال للنظام الإيراني أنها دخلت حيزة تنفيذ إذ ذكر موقع أمني تابع للحرس الثوري أن ميليشيا حزب الله اللبناني وشركاء آخرين للحرس الثوري الإيراني في المنطقة يستعدون لشني عملية ضد إسرائيل ردا على استهداف القوات الإيرانية بسوريا وبين ضربات إسرائيلية باتت الميليشيات على موعد شبه يومي معها واستعدادات إيرانية للرد يبدو أن المنطقة باتت تقف على برميل وقود ينتظر شرارة تفجيره الكلام عن تلك الاستعدادات قابله تحذير من يؤاف جالنت وزير الدفاع الإسرائيلي الذي أكد أن بلاده التي تواجه توترا على جميع الجبهات لن تتسامح مع أي عمل ضد أمنها ومواطنها فالإيرانيون يقولون أن وزير الدفاع الإسرائيلي يقول أن الإيرانيون يرسلون أدرعاتهم إلى يهودا وسامرة وإلى حدود لبنان وإلى سوريا وإلى غزة وبالعودة إلى جديد الوضع الميدني فقد شنت مقاتلات إسرائيلية غارات فجر الثلاثاء على مطار العاصمة السورية دمشق والمجمع الإيراني قرب منطقة السيدة زينب ومنطقة المعامل في الكسوة القصف شبه اليومي على سوريا يتزامن مع تحذيرات من حرب مسيرات وذلك بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي عن إسقاطه مسيرة أقلعة من سوريا أعلان الجيش الإسرائيلي أكده الإعلام الإيراني باعتراف وكالة أنباء مهر من أن المسيرة تلك كانت إيرانية وقد انطلقت من الجولان السوري